السابقة فكرة بسيطة عن المنهج طب يا ترى هنتكلم ايه السنادي ان شاء الله هنتكلم عن حجم المواقع كلمة مواقع يعني ملوش شكل محدد زي مثلا الجسم الصلب يعني ده جسم صلب استواني دي شكل محدد اقدر اجيب حجمه اجيب كسافته اقدر اعمل اعمل بعض العمليات الحسابية لكن كلمة المائع زي مثلا الميا زي الزيت زي الكيروسين او الهوى او سنكسيد القربون او النيتروجين هي بعض السوائل او الغازات يبقى كلمة مائع هي بعض المواد الليها قدرة على الانسياب بسهولة زي السوائل والغازات يعني انسياب بسهولة يعني ببساطة ممكن اجيب ازازة مية واصب كمية من الماء في الكباية يبقى كده بينسياب يعني بينزل او بيتحرك بسهولة ممكن افتح ازازة برفان او ازازة كولونيا سيبرتو مجرد ما بفتح ورش حبة صغيرين ابوصي لاقي الريحة بتنتشر بسهولة في الغرفة او في الشقة معنى كده ان هي الحركة بتاعتها انسيابية يعني بتتحرك بسهولة جدا يبقى ده بنسميه كلمة مائع يبقى المائع يعني ايه مائع او عرف المائع هو عبارة عن المواد التي تتميز بقدرتها على الانسياب زي السوائل والغازات انا هفرس السنة دي ان شاء الله نوعين من المواقع مواقع ساكنة ومواقع متحركة المواقع عمتا هي اللي لها قدرة على الانسياب تمام هندرس بالتفصيل بقى بعض السوائل والغازات ونشوف ازاي اقدر اقول ده مائع متحرك ولا مائع ساكن اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي المواقع الساكنة طب المواقع الساكنة زي قلنا اي سائل ممكن احطه في كوب من الماء كمية مية في الازازة ممكن اعمل عصير ممكن المية اللي بتتحرك ببساطة ده ماء بينسب بسهولة طبعا ممكن من الزيت تمام اصب شوية الزيت في كوباية او لو هعمل اكل احط شوية في الطاصة يبقى برضو بينسب بسهولة ده بنسميه مواقع ساكنة المواقع الساكنة عشان ادرسها لها خصاص لها الصفات او مميزات او خواص اي كلمة من الكلام ده يعني ممكن يجي يقولي في الامتحان مثلا تكلم عن صفات او خصائص المواقع الساكنة المواقع الساكنة لها اربع صريح اربع خصائص اول حاجة الكسافة الضغط التوتر السطحي قاعدة ارشميدس وقوانين الطف يبقى لو جي قال لي مثلا ايه خواص المواقع الساكنة هقول واحد كسافة اتنين الضغط تلاتة التوتر السطحي اربع قاعدة ارشميدس وقانون الطف هنتكلم النهاردة عن الكسافة اول خاصية من الخصاص احنا خدنا في سنة خمسة ابتدائي يعني ايه كسافة لو انا مثلا جبت قرة قلتلك الكسافة بتاعتها ايه المفروض اعمل حاجتين اقيس الماس بتاعتها الكتلة وده بالميزان طبعا انا ممكن استعمل الكرة لو خفيفة ممكن استعمل الميزان بتاع الدهب اللي هو الميزان الحساس لو تقيلة كتلتها تقيلة ممكن استعمل الميزان العاجي بتاعنا واجيب الحجم بتاعها ايه هو الحجم اللي هو الطول في العرض في الارتفاقة طبعا كل شكل ليه مقانون معين يعني مثلا الكرة غل المربع غل المستطير غل المسلس طيب ده بالنسبة لسنة خمسة طب انا في سنة ويهتكلم عن ايه قال لي انا عندي نوعين من الكسافة الكسافة اللي هي المادة صلبة وكسافة النسبية بيدخل فيها صلبة مع سائل كلمة كسافة تعريفة هي كتلة وحدة الحجوم كتلة وحدة الحجوم احنا خدنا قبل كده في السنة السابقة كلمة الكتلة اللي هي الماس برمز للكتلة بالماس اللي هو اول حرف انجليزي م طيب خدنا كمان الفوليوم من ضمن كميات الفيزيائية بتاعتنا السنة اللي فاتت اللي هو الفي هنا النهاردة باخد رمز جديد اسمه الكسافة الكسافة يعني رو رمز رو كده يا ولت عبارة عن زي الميم الرقع كده ده اسمه رو ده ايه كسافة بيساوي هو قال ايه هو كتلة وحدة الحجوم يعني M على V تمام كده يبقى دي الكسافة من التعريف بتاعي قدرع من القانون الكسافة اللي رو بتساوي M على V ده رمز جديد عندي رمز لتيني اسمه رو M الماس بتاعتي V الفوليوم طب انا لو حبت اقول ايه وحدة قياس الكتلة انا خدناها قبل كده طبعا نظام المتر الدولي السنة اللي فاتت كيلو جرام تمام طب الحجم ما هو الحجم هو الطول فعرض في ارتفاع يعني ايه متر في متر في متر يبقى متر مكعب يعني معنا كده وحدة قياس الكسافة ممكن اقول كيلو جرام لكل متر مكعب او لو انا هكتبه بالانجليزي KG M تكايب يبقى ده اول حجم ناخدها ممكن يجي السؤال ببساطة يقولي عايز الصغر الرياضية للكسافة فلازم اقوله النورو بتساوي M على V طب وحدة قياس الكسافة مش هتفرق معي عربي او انجليزي كيلو جرام لكل متر مكعب طب انا لو انا جيت حبيت ان انا اكتب قانون الكسافة بالعربي يعني اقولك انه هو كتل على حجم طبعا ما ينفعش احنا في سنوي بناخد ايه الحروف والمعادلات بالايه بالانجليزي طيب لو جاء لي الكسافة قلناها هي كتلة وحدة الحجوم طيب الصغر الرياضية بتاعتها لما يقولي ايه اسكر الصغر الرياضية للكسافة بصوا كده لا 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 هتبقى عبارة على ايه رو بالساوي M على V ده اللي قلناه رو مش بي رو دي اسمها الكسافة طب لو وحدة قياس الكسافة هيقولي ايه عايز وحدة قياس الكسافة هقول كيلو جرام لكل متر مكعب طيب نشوف كده فيديو يوضح لي كسافة بعض الاشخاص انا عندي هنا هوت يبارة عن اربع اطفال وستة اطفال بيسألني يا طرم مين الدينستي بتاعتها اكبر اللي هي الكسافة بتاعتهم اكبر احنا قلنا لازم يبقى فيه ايه كتلة اكبر فهو شاور على الستة اطفال ليه لان كتلتهم اكبر من الاربع اطفال طب لو انا عندي مثال تاني عندي 10 عربيات وعندي 3 عربيات يا طرى برضو مين الدينستي بتاعتهم اكبر مين الكسافة اكبر فشاور على العشر كارس او العشر عربيات ليه هيفصل ليه الكلام ده قال لي في حالة العشر عربيات او الستة اطفال الدينستي بتاعته اكبر الكسافة اكبر ليه قال لي عشان هي فيه علاقة بين بين مين ومين بين الماس والفوليوم اللي هو الماس اللي هي قتلة الاشخاص والفوليوم طيب أنا عايز ععمل إيه؟ أنا عايز ععمل قانون فهقول أهو D بتساوي الماس على الفليوم الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم تمام طيب أحنا خدناه في خمسة ابتداء اللي هو G بتساوي M على V لا إحنا في تانية سنة فهخير الرموذ بالرموذ اللاتيني هقول إيه بقى R وہا بتساوي M على V اللي هو القانون اللي أنا لسه قاعد نه Rho اللي هي الكسافة M اللي هي الكتلة وV اللي هو الفليوم بتاعي طيب أنا عايز إيه تاني قال لي أنا عايز وحدة القياس اليونيت بتاعتي طب هو إحنا خدنا في النظام المتري الدولي قبل كده خدنا اليونيت طبعا خدناها الام هتتقاس بإيه أيوة بالكيلو جرام أما الفوليوم هتتقاس بالمتر إيه مكعب يبقى قادر أقول كيلو جرام لكل متر إيه تكايب الكسافة النسبية يعني إيه كسافة نسبية قال لي أنا اتكلمت عن الكسافة كمادة صلبة بتاعت جسم صلب كرة مسلس مربع لكن كلمة كسافة نسبية يبقى باتكلم عن نسبة دايما لما بيجي يقولي إيه أعرف الكسافة النسبية ببتجي بكلمة النسبة باخد كلمة النسبية دي باخد منها كلمة النسبة هي عبارة عن إيه هي عبارة عن النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة المية عند درجة حرارة معينة يعني إيه يعني سيه مثلا أن أنا هقول أجيب كتعة من الحديث عايز أحسب الكسافة النسبية لها لو أنا جبت كتعة من الحديث ده مادة صلبة فهعمل إيه هعمل تجربة عشان أعين الكسافة بتاعتها تمام كده في درجة حرارة الغرفة أو اللي هو المعمل وأجي أجيب كمية من المية وأحسب وأعمل تجربة الكسافة بتاعتها في نفس درجة الحرارة في نفس الغرفة في نفس المعمل ما غيرش المكان هي دي كلمة فكرة عند نفس درجة الحرارة يعني لو جي مثلا قال لي عرف الكسافة النسبية هقول هي عبارة عن النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة المية هنا المادة محددهاش ليه محددهاش أنا ممكن أتكلم عن الألمونيو حديد نحاس دهب أصدير إلى كسافة المية يبقى هو مسبت المية يبقى لازم كسافة المادة الصلبة إلى كسافة الماء والشرط بتاعها ليه عند درجة حرارة معينة أو عند نفس درجة الحرارة يبقى لما يقول يعرف الكسافة النسبية هقوله هي النسبة بين كسافة المادة لكسافة المية عند نفس درجة الحرارة طيب عندي بقى أول سؤال بيجي في الامتحان وبيجي منه كتير ما المقصود أو ما معنى يعني إيه ما المقصود أو ما معنى ببساطة جدا هو ممكن يجيب لي السؤال يقولي ما معنى أو ما المقصود بين الكسافة النسبية للألمونيوم بالساوي 2.7 من 10 أو السؤال بطريقة تانية ما معنى أو ما المقصود بالوزن النوعي للألمونيوم بالساوي 2.7 من 10 ايه هو الوزن النوعي الوزن النوعي هو المراضف للكسافة النسبية يعني الاتنين بمعنى واحد يعني انا لو شفته في الامتحان ماقولش لا احنا ما خدماش الكسافة النسبية لا الاتنين حاجة واحدة مراضف يعني معنى بتاعه في اللغة العربية يبقى ما معنى ان الوزن النوعي للألمونيوم بيسوي 2.7 هنا هو عمل ايه هو حدد المادة ألمونيوم نحاس حديد ايا كان والداني بيسويلي برقم وهذا الرقم غير مميز يعني ايه غير مميز ليس له وحدة قياس ليه؟ طبعا الكسافة من شوية لانيسة متكلم عنها وقلت ايه هي كيلو جرام لكل متر مقعب تمام لكن هنا لا ما قلتش الكسافة النسبية لها وحدة قال لي ببساطة لانها نسبة النسبة والتناسب ليس لها وحدة قياس يعني مثلا كمثال لو قلت مثلا انا عمري 50 سنة ابني نص عمري يبقى ابني 25 يبقى الفرق بيني وبينه 25 سنة يبقى هو النص النسبة بيني وبينه نص النسبة لا تميز يبقى لما يجي يقولي مثلا الكسافة النسبية ليس لها وحدة علل او اسكر السبب هقوله ليه؟ ببساطة لانها نسبة ايجابة بسيطة جدا يبقى اول ما اسمع كلمة النسبة بين يبقى دي على طول ليس لها وحدة قياس عشان عندنا منها حالات كتير في الملحك طيب nhiجي بقى للسؤال التاني ما معنا ان الوزن النوعي ل الكسافة النسبية او اللي هي بتاعت الالومونيوم 2 سبعة من عشر احنا اتفقنا للوزن النوعي والكسافة النسبية حاجة واحدة طب انا خدت اعتعرفها اللي هو ايه؟ ايوه؟ هو كسافة المادة؟ لا امش اقولي المادة هقولي الالومونيوم ليه؟ لأنه هنا محدد المادة اللي هو الألمونيوم لو وزن النوعي للنحاس يبقى أول كسافة النحاس قال الحديد هولي المادة اللي هو جابها لأنه الوقت يبقى بيكلمها لحاجة معينة يبقى أنا لازم أجاوب المادة لألم فهقوله إيه؟ أي أن كسافة الألمونيوم إلى كسافة المية عند نفس درجة الحرارة بتساوي الرقم اللي هو قاله يبقى معنا أن الوزن النوعي هو الكسافة النسبية طبعا الإجابة ببساطة جدا أي أن النسبة بين كسافة الألمونيوم إلى كسافة المية عند نفس درجة الحرارة بتساوي 2.7 من 10 وحدة القياس اتفقنا ليس لها وحدة لأنها نسبة تمام؟ يبقى أنا كده أخذت أول خاصية من خصائص المواقع الساكنة اللي هو الكسافة عرفت تعريف الكسافة الصغر الرياضية وحدة قياس الكسافة طب بالنسبة للكسافة النسبية عرفت حكتين اللي هي ليس لها وحدة وعرفت إن هي معناها الوزن النوعي وعرفت إن أنا لو قال لي ما معنى أو ما المقصود أقدر أحلي بإيه؟ تاني خاصية بتكلم عنها الضغط بريشر بي بتقيلة إيه هو الضغط؟ ببساطة لو أنا عايز أعرف الضغط بإيدي هضغط على الترابيزة هضغط فيها بإيه؟ بقوتي يبقى هضغط أقول إيه؟ هي القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات أنا بضغط من فوق لتحت يبقى دي كلمة عمودي حتة المساحة الصغيرة دي نفرض إن أنا ضغط على الألم يبقى برضو على وحدة المساحات يبقى كلمة البرشر أو الضغط هو عبارة عن القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات ودي تاني خاصية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل يبقى لما يقولي عرف الضغط هو القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات طيب لو أنا حبيت أعمل صيغة رياضية إيه يا صيغة رياضية؟ خدناها من السنة اللي فاتت كلمة صيغة رياضية يا أولاد يعني الرموز والقانون بالانجليش يعني ايه الضغط هو عبارة عن قوة رئيسية مؤثرة عموديا على وحدة المساحات الضغط رمزه بي بي اللي هو ايه بي فور بين بي ساوي هو القوة انا خدنا القوة سنة اللي فاتت فاكرين فورس صح كده لوحدة المساحات اللي هي آلية ايه يبقى انا ممكن اقول ايه اذكر او اكتب العلاقة الرياضية او الصيغة الرياضية للضغط هقول بي بتساوي اف على ايه بي لوالبريشن اف الفورس بتاعتي ايه اللي هو الالية يبقى دي الصيغة الرياضية قانون تمام طبعا انا لو قلت وحدة قياس الضغط وناخد وحدات كتير لقياس الضغط مع بعض هي القوة كانت بايه هدي فاكر طبعا قوانين من نيوتن يبقى ان باي هي المساحة عبارة عن ايه مساحة الاوضة طول فارد يعني متر في متر يبقى متر مربع يبقى لما يجي يقول لي يعني ايه كلمة ضغط هقول هي القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات طب انا عايز الصيغة الرياضية هقول بي بتساوي اف على ايه طب وحدة قياس الضغط هي نيوتن لكل متر مربع طبعا احنا هنحفظها لان احنا هناخدها كتير متدولة في المنهج بتاعنا يبقى الصيغة الرياضية اللي قلنا بي بتساوي اف على ايه طيب انا عندي فيديو صغير جدا بيوضح لي ازاي ايشوف الضغط على المساحة انا جبت ايه جبت مصمار ودقيت المصمار بشكوش دخل بسهولة جدا ليه لاني بطرق او بخبط على وحدة مساحة كبيرة طب نشوف المصمار لو انا عكسته لزقته بثمخ في الحيطة وابتدت ان انا او في اللوح الخشبي وابتدت ان انا اطرق عليه ايه قوة قال لي طيب يا طرق ايه اللي بيحصل قال لي البرشار بتاعي او الضغط بتاعي على المصمار الطبيعي اللي هو بخبط على رأسه الضغط بتاعه كبير مور اما اذا كان عكسته من الناحية المدببة الايه الارية بتاعتي قليلة جدا فالبرشار بتاعي قليل لس يعني معنى كده ايه يعني انا لازم يوقفي علاقة بين القوة والمساحة عشان احضر اجيب الضغط اللي عندي طيب احنا قلنا ايه البرشار اللي هو بيه بتساوي الفورس على الارية اللي هو اف على ايه قال لي انها بربندكتر فورس اللي هي ايه القوة العمودية طبعا فيه وعلاد عارفين يعني ايه الارية اللي هي المساحة معنى كده اننا ايه البرشار بتاعي بيساوي فورس اللي هو اف على الايه طب وحدة القياس زي ما قولنا ايوا القوة بالنيوتن والقرية بالمتر مربع يبقى وحدة قياس نيوتن لكل متر التربيع هي وحدة قياس الضغط انا عندي في عالم اسمه باسكال عمل قاعدة مهمة جدا نقدر نقول ان نيوتن لكل متر التربيع يسمى واحد باسكال وده العالم بتاعنا عمل قاعدة والقاعدة جانا اخدها بالتفصيل ان شاء الله تمام كده نيجي الحاجة بعد كده تاني ما معنى ان القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات من سطح الماء بتساوي 5 في 10 قص 5 نيوتن هو بيعرف ايه احنا اتفقنا كلمة ما معنى او ما المقصود معناها ان هو هيجيب جملة متعرفة وانا هقول هي متعرفة بايه زي الكسفة النسبية اللي انا لسه اقيل عليها طب النهاردة بيقول ايه بقى السؤال الجديد ما معنى ان القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات احنا اخدنا من شوية القوة والمساحة اللي هي ايه اللي هي الضغط معنى كده ان هو بيقول ايه بيحل الضغط بيعرف الضغط يبقى انا ايه هقوله ايه ايه ان الضغط الواقع على مساحة معينة على مساحة الماء بيساوي الرقم اللي هو قاله اللي هو ايه بقى 5 في 10 قص 5 هنا في السؤال كاتب ايه قوة ووحدة قياسها في الاخر نيوتن تمام ما احنا عرفنا من السنة اللي فاتت ان وحدة قياس القوة في النظام المتر الدولي هي نيوتن يبقى انا بتكلم بقى دلوقتي عن ايه انا بقول ايه ان الضغط طبعا انا اخدت الضغط من شوية وحدة قياسه ايه نيوتن لكل متر مربع يبقى انا ايه هقول ايه ايه ان الضغط المؤثرة على وحدة المساحات بيساوي 5 في 10 قص 5 نيوتن لكل متر ايه تربية ناخد مثال بسيط جدا بيقول لي ايه جسم كتلته 5 كيلو جرام وكانت عجلة الجاذبية له 10 متر لكل ثانية تربية احسب الضغط الواقع على مساحة 2 متر مربع هو عايز ايه عايز الضغط طيب انا هعرف منين طبعا انا عندي قوانين احنا لسه في اول قانون تقريبا او تاني قانون اه معايا في المنهج اعرف منين ان المسألة دي عايز القانون ده بالزيت هو مديني ايه مديني قتلة ومديني عجلة ومديني مساحة وعايز تضغط البرشر معنى كدة انا هستغمل معنى قانون اللي هو بي بيساوي ف على ايه القانون ده معايا اللي هو بي بريشر بتاع الضغط بساوي ف القوة على ايه طب هو ما تدانيش القوة اداني ايه اداني عجلة الجاذبية والداني كتلة فاكريني انسا انا اللي فاتت خدنا ال F دي بتتكون من مين ايوه M في G قانون نيوتن التاني لو تفتكروا هي عبارة عن ايه M في G مين هو M في G اللي هو عبارة عن كتلة في العجلة تمام هقول بيه بالساوي هو قال لي ال M في كام قال لي 5 كيلو جرام 5 فيه عجلة الجاذبية 10 هو هنا مقربها طبعا المساحة عندي قال لي ايه على مساحة واقعة على مساحة 2 متر مربع خلي بالكم المساحة بالمتر تربية على 2 طبعا بالقالة 15 ب50 على 2 ب25 25 ايه لازم اكتب وحدة القياس نيوتن لكل متر مربع ليه نيوتن هي وحدة القياس القوة اهي والمتر مربع لهو ايه المساح ودي طبعا تعوين مباشر في المسألة مفاش تحويل مفاش حاجة طب فيها فكرة ايه هي فكرة واحدة ان ال F بتتكون من M G احنا خدنا قوانين نيوتن التاني السنة اللي فاتت النهاية بتاعته او الاسبات بتاعه كان بيقول ان F بتساوي M في G وده تعوين مباشر في المسألة طبعا اهو بكتب القانون من غير القانون ما باخدش درجات خلي بالكم ان ال B بتساوي F على ايه وبتدي اعوض ال B بتساوي 5 في 10 على ال 2 احنا قلنا ما فيش وحدات قياس ولا حاجة ولا فيه عندي تحويلات هقسم على الآلة هتطلع ال B ب 25 نيوتن كل متر مربع ده بالنسبة للضغط قالي لأ ده انا عندي ضغط في باطن سائل يعني ايه ضغط في باطن سائل يعني فلنفترض مثلا ادي حوض في ميا ادي السائل بتاعي وانا فيه نقطة هنا ألف وفيه نقطة B وفيه نقطة G يطلع الارتفاعات متساوية بص ياولاد كده الارتفاع اللي هو اسمه هاي هل الارتفاع متساوي بعض النقطة ألف من السطح دي السطحة هو وبعض النقطة من B وبعض النقطة من G طبعا اكيد الارتفاع مختلف اذا حدث ان الارتفاعات مختلفة فان الضغط يكون مختلف ده ضغط ايه ضغط واقع في باطن سائل في ميا طبعا احنا بنتكلم عن ميا لان هي المتدولة قصادية سي مثلا لو انا بنزل مثلا لوحنا بحر او حاجة انا ما بقدرش عقوم كويس فبقى قريبة دايما من الشط ومن السطح بتاع الميا لو بابا بيعرف عقوم ينزل يغوص شوية تحت لو اخويا بيعرف اكتر ينزل اكتر وهكذا ايه اللي بيحصل في حاجة اسمها الضغط الواقع على سطح السائل كلما نزلنا عن سطح البحر لمستوى التحت الضغط بيزيد الضغط بيزيد البحار طبعا في بعض الاشخاص اللي تعودوا من صغرهم بالتدريج بينزلوا تحت سطح الميا تحت في عماك البحار من غير الخوزة بتاعت تضبيط الضغط والاكسوجين اللي على الدار لان دي شغلته من صغره بابا بي يعلمه ان هو يقدر ينزل تحت او زي الغواصين اللي بينزلوا تحت ايه بالامطار وبكيلو مترات تحت سطح الميا من غير ما ياخدوا الاكسوجين معاه لكن في بعض الاحيان بيوقع في بعض المناظر الحلوة عندنا في مصر الناس بتحب تيجي السياح يجي ويتفرجوا عليها تحت فلازم طبعا امانا لهم بنلبسهم اللبس بتاع الخوز وبنلبسهم طبعا على ظهرهم انا بيب الاكسوجين وبيبقى فيه خوزة على الراس لو انا ركست في الخوزة دي هلاقي فيه جزء صغير كده ده جزء دوة عامل زي العدات بيقيس الضغط طب الجهاز ده بيعمل ايه الجهاز ده مع جهاز الاكسوجين هو متزبط بحيث ان هو ما يحسش الشخص اللي نازل في اعماق البحار بالضغط العالي تحت ما يحسش به طبعا الاشخاص اللي بتيجي بتزور مصر مش شرط ان هي كل شوية بتنزل في اعماق البحار لو بيجي مثلا كل فترة فلازم تبقى امانا لي ايه اللي بيحصل في الجهاز ده بيزبط الضغط فانا افترت الجهاز ده فجأة تلف باز اسمام وقف اي حاجة ايه اللي بيحصل الشخص اللي حاطت الكخوزة على راسه بيحس بضخ الدم وزن كتير في ودانه اول حاجة بيقصر بها ودانه ايه اللي حصل اللي حس بالضغط اللي هو فيه الضغط المرتفع جدا انا العضة لله لو حد عندنا تعبان وقلنا له ايه ده الضغط عالي الدكتوريو ده الضغط عالي طبعا بيبتعبان جدا والصداع والقلم اللي فراسه من ضخ الدم الزيادة ده بيقصعب جدا فاللي بيحصل المفروض عشان انقذ الشخص ده على طول بفتح واحدة من الاكسوجين اللي على الضهر بفتح السمام بتاعها طبعا احنا عارفين الاكسوجين ده غاز اخف من المية فاللي بيحصل يرتفع الشخص مع انابيه طبعا انابيب لسه على ظهره ولكن هو الجغاز عشان خفيف هيبتدي يطلع ويساعد معاه الشخص الى اعلى لغاية ما يطلع على شط المياه معنى كده ان هو مقدرش يتحمل الضغط اللي تحت يعني فيه فرق ان انا اعوم على وش الماء او ان انا انزل في اعماق البحار هو عايز يعمل ايه النهاردة هو عايز يحسب ويجيب الضغط في باطن سائل طب انا عشان انا اجيب الضغط في باطن سائل ده انا هعمل ايه هجيب حوط والحوط ده فيه ماء وابتجي ان انا اعمل اجيب لوح خشبي اللوح الخشبي ده طبعا اي لوح عبارة عن طول وعرض وارتفاع متوازي مستطلاط طول وعرض وارتفاع قال لي طيب انا عايز اجيب ايه اجيب بي اهو احنا خدنا من شوية ايه ان بي بتساوي F على ايه جات منين ايوه الضغط بيساوي الكوة المؤثرة على وحدة المساحات عشان اجيب البي جي لازم اجيب المساحة بتاعة اللوح اللي انا حطاه ولازم اجيب ال F الفرص بتاعتش طب انا مش فاكل ال F هجيبها منين احنا خدنا قانون قبل كده على جنب كده F بتساوي مين M في G قال ليسا حال البي كتلة في العجلة جرافتي بتاعتش اللي هي تسعة وتمانية من عشرة او عشرة متر كل ثانية تربية لو انا مقربها طب انا عشان اجيب ال F اجيبها منين من ال M مين ال M اللي هي دي كتلة هي العجلة ينفع تتقسم ده العجلة كنس تانت معايا عجلة الجاذبية الارضية ولاد كنس تانت من السنة اللي فاتت تمام يبقى انا عندي ال M بتاعت ال A بتاعة اللوح اللي انا حطه طب هي ال M بتساوي مين قال لي ال M بتساوي رو في V طب انا جبتها منين رو في جي فاكرين من شوية انا قلت ايه على جنب كده الرو بالساوي M على V مين جي الكسافة فاكرين الكسافة اللي هي الرو بالساوي ال M على ال V هي كتلة وحدة الحجوم طب انا عايز ال M هقول رو على وان واعمل عملية المقصر اللي بنعملها M في واحد بM رو في ال V V بتساوي رو في طيب مين رو هي كسافة السائل مية الملحة المية العزبة المية الملحة شديدة الملوحة لو مثلا محيط او خليج ال V هو الفوليوم طب الفوليوم بجيبه ازاي فاكرين واخدينه من ابتدائي ان الفوليوم بنساوي الطول في العرض في الارتفاق طول في عرض مين هنا X Y و H مين X Y و H ده عبارة عن طول وعرض وارتفاع اللوح الخشب اللي انا حطه يقول الفوليوم بتاعي احنا اي حجم بنجيبه طول في عرض في ارتفاع اللي هو X Y و H طب ينفع X و Y ده اقول اللي هو طول في عرض عبارة عن ال A ايو صح الارية A بالساوي X في Y تمام كده يا ولد يقول انا عملت ايه انا حاولت اسهل لكم شوية الاسبات اللي هيجي هو الاسبات انا عايز ايه انا عايز الضغط الواقع على نقطة في بطن سائل جسمي في بطن سائل شخص بيعوم في المية فعشان اجيب البرشور بتاعي لازم اجيب ال F وال A طب انا الكوانين جينا لازم طبعا احافظها لان انا في حاجات من السنة اللي فاتت وفي حاجات جديدة لازم طب انا عايز الفوليوم الفوليوم اللي هو عبارة عن ايه ايه الطول في العرض في الارتفاع بتاع اللوح اللي انا حطه يبقى V بتساوي X في Y في H طب انا عندي X في Y ده المساحة الارية بتاعت اللوح اللي عندي يبقى هو عبارة عن X في Y يعني لو هو جي قال لي في الامتحان استنت قيمة الضغط الواقع عند اي نقطة في بطن سائل طبعا مش هبتدي الاثبات من تحت الفوق زي ما انا عملته لا انا هعمله من فوق لتحت بس انا حبت اوريلك ان الاثبات سهل مش صعب هو عيب ونطويل شوية طبعا انا عارفين ان ده سؤال بيجي في الامتحان لازم فيه سؤال استنتج او اثبت كلمة استنتج او اثبت العلاقة القاتية طبعا انا بيجيني العلاقة النهائية زي ما هنشوف وانا ابتجي اوصل لها ازاي يبقى انا المفروض حافظ كل الحروف والنموز بتاعتي والمعادلات بتاعتي تمام ممكن يجيب لي الصورة النهائية يقول لي استنتج الصورة القاتية او القانون القاتية او الضغط في بطن سائل ويجيب هل وممكن السؤال يجيب طريقة تانية يقول لي اثبت الضغط الواقع في بطن سائل العلاقة الرياضية بتاعتها ويسيبني يعني حتى ما يجيبش الصورة النهائية طبعا باختلاف المدارس او باختلاف اللي بحط الامتحان نشوف كده عندي لو قال لي استنتج قيمة الضغط في بطن سائل او عنده نقطة في بطن سائل وعايز العلاقة دي اللي هي بي بالساوي بي ايه زائد اتش روجي طبعا انا يعني مش مطالبة ان انت تحفظ ايه الرسمة ولكن انت ممكن ببساطة عشان تقدر هجيب المساحة الارية اللي هي عبارة عن ايه اكس في واي تمام طب انا هجيب الفوليوم اللي هو اكس في واي في اتش مدام انا فهمت ان ال اكس وال واي هي الارية بتاعتي بتاعت اللوح تمام هقدر عوض اقول ايه بقى في بتساوي الا في ال اتش مين الايه الارية مساحة اللوح مين ال اتش اللي هو الهاي الارتفاع بتاعي طب انا جبت ال في يبقى اقدر اجيب منها الM الكتلة احنا اتفقنا الكتلة عبارة عن ايه V في الرو هو هنا عمل ايه ال V فكها انا مش عايز الفوليوم انا عايز مكونات الفوليوم عايز هو الفوليوم ده بايه فقال لي ايه طيب يبقى M الماس بتاعتي الكتلة بتساوي A الالية بتاعت اللوح فيه اتش الارتفاع او البعد او العمق اللي اللوح فيه في المية في الرو ليه كثافة السائل اللي قلنا انا خاطت فيه اللوح مغرد ما جبت الM يبقى انا هجيب مين ايوا صحة كده هجيب الفرصة بتاعتي هي الفرصة بتساوي ايه ام في الجي الجي جرافتي بتاعتي تمام يبقى انا هقول ايه بقى هعوض عن الام بايه واتش والرو واضرب في الجي يبقى انا عندي اف بتساوي ايه اتش جي رو او رو جي مش هتفرق لان كله ضرب في بعضه طب دي الاف مجرد ما وصلت للاف ينفع اجيب الايه تمام ايه هي الايه انا جيبت الفرصة اقدر اجيب الباور بتاعي مين الباور بتاعي اللي هو البريشر بي بتساوي الاف على الايه اللي هي ايه اتش جي رو على الايه دي في ايه تحسب في المقام ما احنا قلنا فاكرين الضغط هو القوة المؤثرة عمدين على وحدة المساحات يعني الضغط اللي هو البريشر بيساوي اف على ايه فانا هعوض عن الاف بال ايه اتش رو جي على الايه طب بسط ايه ومقام ايه يبقى ايه ينفع تشده مع بعض تمام انا هيقول بي بتساوي اتش روجي مين بقى عشان ده هناخده كتير قوي هو عبارة عن ضغط السائل بي هو ضغط الاتش روجي اللي هي مكوناته البعد او العمق او الارتفاع ولازم بالمتر حاجة التانية اللي هي الجرافتي بتاعتي اللي هي اما تسعة وتمانية من عشرة او عشرة متر لكل ثانية تربية اللي هي بالعربي اللي هي عجلة الجاذبية طيب النهاردة بناخد حاجة جديدة بسنة تانية اللي هي الرو كسافة الرو عندي اللي هي كيلو جرام لكل متر مكعب يبقى لما يضرب اتش في جي فرو اللي هو ضغط السائل طيب احنا عايشين في ضغط جوي ولا مش عايشين طبعا عايشين في ضغط جوي الضغط الجوي اسمه بي اتموسفير بي بريشر اتموسفير بي لو هو الضغط العادي تحتيها ايه سمول ايه سمول هو عبارة عن الضغط الجوي وده رقم ثابت احنا عايشين فوس تي تمام كده طيب انا الوقتي بعمل ايه انا عايز اجيب الضغط في بطن سائل في وجود الضغط الجوي فهقول ايه بقى اللي العلاقة هي بي بتساوي بي ايه زائد اتش رو جي يبقى دي العلاقة اللي هو كان عايز يثبتها اللي هي بي بتاع السطح السائل او نقطة في بطن سائل بتساوي بي ايه اللي هي الضغط الجوي زائد الاتش اللي هو الارتفاع الجي اللي هي عجلة الجاذبية الرو اللي هي كسافة السائل ده لو قال استنتج او اسبت طب لو ما عملش كده او جاب مسألة مثال هيقول ايه بقى طبعا هو المفروض بيديني كل المكونات بتاعت القانون مع ده المجهول اللي هو الضغط يعني المفروض مثلا هيقول لي احسب الضغط الواقع على شخص مثلا بيعوم في مية او على عمق في المية 50 سنتش يعني معنى كده ان الاش بتاعته ب50 سنتش تمام وعلى سطح سائل الكثافة بتاعته او الرو ب1000 قادي الرو ب1000 ايه تاني قال لي علما بان عجلة الجاذبية جرافتي بتاعتي ليه الجيل بكام بعشرة متر لكل ثانية تربية عايز مين عايز البي تمام طب هل هي نقص حاجة قال لي البي ايه اللي هو الضغط الجوي بيساوي وانا ده رقم سابت واحد و13 من الف فعشرة اص خمسة جي مكونات المسألة هو عبارة عن شخص بيعوم في مية على ارتفاع على عمق سري على عمق 50 سنتش انا ما عنديش سنتش في الفيزيا فاكرين الفيزيا احنا دايما بناخد النظام المتر الدولي بقى اسم عالمية يعني الخمسين دي لازم ما اسم على مين عالمية بالقالة هتطلع خمسة من عشرة تمام والكسافة الرو بتاعتي اللي هي الرو كسافة السائل اللي هي ايه الف طب الجي جرفتي بتاعتي بعشرة هو هنا مقربها والبي ايه اللي هي واحد و13 من الف في عشرة اص خمسة وعايز البرشار بتاعي يعني هقول له ايه البي من غير قانون ما باخدش درجة بالساوي بي ايه زائد اتش رو جي ده القانون اللي انا لسه اثبته هو عايز البي دي تمام البي ايه اللي هي واحد و13 من الف فعشرة قس خمسة زائد ما نساش انت زائد طب دول ايه دول ضربه في بعض الاتش اللي هي خمسة من عشرة في الرو اللي هي ألف في الجرفتي بتاعتي اللي هي عشرة صحيح طبعا الجرفتي ممكن عشرة او تسعة وثمانية من عشرة حسب ما يقول في المسألة طب انا هعمل ايه بقى هنا قال لي ابدا انا هعمل ايه هضرب ده زائد ده الناتج هيبقى بيه بتساوي واللي يطلع نيوتن لكل متر مربع ليه نيوتن لكل متر تربيع لاندي وحدة قياس الضغط يبقى انا عملت ايه انا بطلع معطيات المسألة طبعا انا عندي منهج الفيزياء يعني فيه فيزياء يبقى ايه كلها مسائل وقوانين وإثباتات طبعا في جزء نظري تمام بس احنا دايما بيبقى على القلك في كل سؤال في مسألة لانا عندي اربع مسائل اربع اسئلة في ورقة الامتحان انا بتكلم على اللي هو النهائي اللي هو بتاع الترمي الاول كل سؤال تقريبا فيه مسألة وفيه سؤال بيبقى فيه الاثبات الاثبات في بعض الاحيان بعض الطلبة يقول احنا مش عارفين نحفظ الاثبات هو بيجي بالتدريج يا ولاد دي حاجة الحاجة التانية اللي لازم أحافظ الرموص ماينفعش انا احفظ وذاك الحاجة من غير ما انا معرف ال V هي ايه ال B هي ايه ال F هي ايه لازم اعرف ان ال F هي كذا ال B هي كذا تمام طيب لو انا طلعت المعطيات مزبوط على جنب كده فهامش يبقى سهل جدا ان انا عارف حل واعرف اني قانون انا محتاجه لان انا عندي طبعا المنهج فيه على ايه 7-8 قوانين ده اقال لحاجة طب انا عندي قانون فيهم واني مسألة فيهم اللي هتتحل بأني قانون فانا بطلع على المعطيات وابتدي افكر هنا فيه بريشر وفيه بريشر ضغط جوي الاتموسفير وفيه الهاي نشوف بسرعة الخطوات مع بعض طبعا هكتب القانون اول ما بكسب القانون ببتدي اعوض تعوين مباشر بعوض واحد وثلتاشر من الف في عشر قص خمسة زائد الخمسة منساش هقسم على مية عشان احول للمتر خمسة من عشرة فيه لعشرة جرافتي فيه لألف اللي هي الرو بعد كده يطلع بيه بتساوي ألف وثلتاشر في عشر قص خمسة نيوتن لكل متر مربع مش يا ولاد كده تمامي وكده أنا خلصت كلمة الضغط في باطن سيل جي قال لي لأ أنا عندي ملحوظة مهمة جدا هتكلم عنها شوية يتساوي ارتفاع السائل في فرعي الأنبوبة ذات الشعبتين مهما اختلف كتراها أو في إناء الأواني المستطرقة الإناء اللي قصادي ده اسمه الأواني المستطرقة يا ولاد هو عبارة عن إناء زجاج له قاعدة مشترقة يعني إيه قاعدة مشترقة يعني إناء هو ده كده له قاعدة مشترقة ويتكون من عدة أواني زجاجية مختلفة الشكل والسعة يعني مثلا ممكن واحد صمك بتاعه كده واحد دورق كلنا عارفين شكل الدورق شكله ايه في الكيميا واحد مخروطي واحد أمبوبر أمبوبر فياعة شعرية خرص إيه ده عدة قاواني مختلفة في الشكل والسعة يعني كمية السائل اللي هنا مختلفة عن الهنا عن الهنا عن الهنا أنا عندي أربع أشكال هصب سائل أيا كان سائل واحد يعني زي المية أو الزيت أو الكيلورتين من أي فتحة منهم هو كله مفتوح فلنفترض أنه هصبته من الدورق هينزل السائل إلى أسفل وبتجي يرتفع بالتدريج في الأربع أواني حتى يتساوى سطح السائل يعني الارتفاع ده هو ده هو ده هو ده رغم اختلاف أيوة اختلاف الشكل والسعة أنا هعمل إيه أنا عندي قعدة مهمة جدا بتقول لو أنا عندي الأواني المستطرقة اللي هو الجهاز ده أو إناء ذات شعبتين يعني على شكل حرف اليو وناخده بعد شوية السائل عندي إذا كان سائل واحد سائل واحد ياخد سطح السائل مستوى أفقي واحد ارتفاعات متساوية طب أنا هعمل إيه قال لي أنا هفترض يعني هفترض هقول تقريبا أنه ده صح وهزبط هل هو صح ولا خطأ كمثال أنا مثلا شفت فكرة أكلة حلوة على النت فأنا سجلتها وهجيب مكوناتها وهحاول أن أنا أثبت الأكلة دي وأعملها هل هتطلع حلوة ولا هتطلع وحشة ده لأنا هثبته فأنا بعمل إيه دلوقتي أنا هفترض إن الضغط عند نقطة متساوية على خط أفقي واحد متساوية يعني مثلا لو أنا خدت الضغط عند نقطة جيب إيه مثلا أو الضغط عند النقطة بي أو الضغط عند النقطة يا سي وهكذا ثلاث نقطة مختلفة من A و B و C هي نقطة ممكن أسميها واحد واثنين وثلاثة ممكن ألفوا به وجيم هي نقطة على في مستوى أفقي واحد زي الطرابيزة كده وهقول إن الضغط عند A بيساوي الضغط عند B بيساوي الضغط عند C هو كل ضغط من دول بيساوي إيه بيساوي اللي أنا قلته من شوية لو هو B بيساوي B A زي H رو G مش ده العلاقة اللي إحنا لسه أثبتناها طب أنا عندي هنا هنفطرد إن الاختلافات في الارتفاع يبقى أنا هعمل إيه هقول الضغط عند A هيساوي بي A ضغط جوي زي H1 في رو في G ليه H1 أنا هفطرد إن الارتفاع مختلف طب ليه ما عملتش رو 1 كسافة أنا قلت السائل إيه سائل واحد يبقى معنا كده ماينفعش أقول إيه رو 1 هو سائل واحد في الثلاث أنا بيبقى ولا أربعة الجي جرافة بتاعتي هي ثبتة يبقى ماينفعش برضو أكتب G1 طب النقطة عند B اللي هي النقطة التانية أو عند B أو عند 2 أيا كان هقول برضو بتساوي B A زائد H2 رو G H2 لو الارتفاع الآخر في الأنبوبات التانية طب النقطة عند C النقطة التالتة هتساوي B A زائد H3 رو G يبقى أنا هعمل إيه هساوي إنه الضغط البرشل عند A بيساوي الضغط عند B بيساوي الضغط عند C أنا عندي في حاجات متساوية إيه هي ال B A متساوي الضغط الجوي اللي إحنا نسلقينين عليه في المسألة لو 1 و 13 من 1000 في 10 قصة 5 نيوتن لكل متر مربع طب إيه تاني ثابت الجرافة بتاعتي الجرافة اللي هي G بيسابتة يا إما 9 و 8 من 10 أو متقربة اللي هي 10 متر كل ثانية تربية في إيه تاني فيه الرو كسافة طب هي كسافة متساوية أنا قلت هصب في الأواني سائل واحد يعني سائل واحد يعني هصبه مية أو كيلورسين أو زيت بنزين أي مادة يبقى أنا عندي الرو متساوية يبقى لما كل المعادلة كله مشتوب قصد بعضه متساوي يتبقى إيه جباري أيوة H1 بيساوي H2 بيساوي H3 نشوف كده مع بعض استنتاج إن السائل يرتفع إلى نفس المستوى أنا قلت إيه الضغط عند A بيساوي الضغط عند B بيساوي عند C وهساوي التلات علاقات H1 Rho G بيساوي H2 Rho G بيساوي H3 Rho G الرو كسافة متساوية هتتشطب مع بعض عامل مشترك والجيك جرافتي بتاعتي برضو متساوية إذن H1 بيساوي H2 بيساوي H3 ده لما يقول لي السائل بيرتفع على نفس المستوى أو في المستوى أفق واحد طب لو جيت علي البقى اللي يعلل اللي ما يأتي في الأواني المستطرقة أو في إيناق زيتها شعبتين اللي هو فرعين يكون الماء في مستوى أفقي واحد أو على ارتفاع واحد هتلاقي السؤال ده في الكتاب ليه هوضح له العلاقة هقول له إيه أول حاجة اللي أنا بيجي مفتوحة للضغط الجوي يبقى لأن الضغط الجوي متساوي طب الجرافتي كلهم الجرافتي بتاعتهم متساوية فقولوا لأن عجب العلاج الجاسبية سبتة أو متساوية أما كسافة السائل فهو سائل واحد يعني سائل واحد يعني المية موجودة في جميع الأواني مش مية وزيت وكيروسين مواد مختلفة يبقى الرو عندي وحدة أما المختلف مفيش مختلف بقى مع العلاقة كلها البي ايه متساوية والرو متساوية والج متساوية يبقى إجبالي الارتفاع متساوي يبقى أنا كده فعلا أثبت أن الـ يعني يكون مستوى الماء مستوى واحد بارتفاع واحد مستوى أفقي واحد لأن الضغط الجوي متساوي والكسافة واحدة لأنه سائل واحد وعجلة الجذبية متساوية ليه 10 متر كل ثانية تربية ده لما بيتكلم عن سائل واحد طب قلنا لو جبت سائلين مختلفين يعني مختلفين يعني مثلا ممكن مية وزيت ممكن زيت وكيروسين ممكن كيروسين ومية أي سائلين يعجبني بس شرطهم غير متجنسين كلمة تجانس دي خدناها بكده خدناها بكده في عداجي في الكيميا كلمة تجانس يعني الاتنين مختلطين مع بعض يعني مثلا ساي أنا هعمل مثلا لموناتا بجيب ايه كمية من المية مع السكر مع اللمون وأضربهم في بعض في الخلاطة أو أقلبهم كويس بيحصل بينهم تجانس يعني ايه تجانس يعني لما اجي أشرب أشرب لموناتا هو سائل والسائل دو عبارة عن ايه لمون مع سكر مع مية لكن أنا وانا بستصعم كده لا ده السكر الواحده ده المية الواحده لا أنا بشرب سائل متجانس هو ده التجانس لكن ما أنا عايز ايه بقى دلوقتي عايز أجيب حاجة اسمها الكسافة النسبية للزيت كسافة النسبية للزيت أنا جت ايه جت أمبوبة على شكل فرعين أو شعبتين وحطيت أحدهما أحد الفروع فيها مية والفرع الآخر زيت زي ما احنا شايفين هو عايز استنتج الكسافة النسبية للزيت هجيبها ازاي أنا عندي هاخد خط أفقي واحد مستوى أفقي واحد زي ما عملت من شوية فهقول الضغط عند ايه بيساوي الضغط عند بي أو عند سي أي نقطتين في مستوى أفقي واحد طب أنا فوق كل نقطة فيه ايه أحد الفروع في مية يبقى أنا هجيب الـ H والرو والجي بتوع المية الفرع الآخر هجيب الزيت أو الكيروسين اللي أنا حطه يبقى عندي ضغطه بتاعه ايه H ورو وجي أسأل سؤال هو الـ H متساوي أكيد الله أعلم طب الرو كسافة كسافة مش متساوية ليه ده زيت ومية هو أنا لما بحط شوية الزيت على مية يصر بيدوبوا في بعض طبعا لأ الزيت يطفو سطح الماء يبقى معنا كده ما ينفعش هقول إنه هما متجانس فعمل إيه بقى هقول الـ B عند A بتساوي B A زائد H1 رو 1 في جي B عند سي النقطة تانية بتساوي B A زائد H رو H2 رو 2 جي طب أنا هساوي B A و B C لأنه على خط أفكي واحد الـ B A هي عبارة عن متساوية يبقى هاش طبها والجراسة التي عندي هتبقى متساوية إذن أيوة H1 رو 1 بتساوي H2 رو 2 ودي اسمها الكسافة النسبية للزيت النهار اللي خدنا مع بعض بداية المواقع الساكنة ودرسنا خاصية الضغط وخدنا مسألة عليها ودرسنا الكسافة وخدنا ما معنا بيها وخدنا مسألة بسيطة أتمنى أنتم مفهمتوا وأشككم في اللقاء آخر إلى اللقاء